بسم الله الرحمن الرحيم تقدمنا اليوم أنا والأخ أسامة الزيد سعود العصفور عبدالله فهاد العنزي والأخ ثامر السويد بتقديم قانون الخاص بتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت هذا القانون يشمل في أهم بنودة أن تكون غرفة تجارة جمعية ذات نفعا تنظم علاقة التاجر بالتاجر ويحضر عليها الاشتغال بالسياسة أهم البنود أيضا أن يحضر عليها أن تأخذ الرسوم غير رسوم الاشتراك حالها حال كل جمعيات النفع العام أيضا تخضع غرفة تجارة كجمعية نفع عام للدولة ولوزير التجارة ماليا وإداريا وأيضا انتخابيا حرصنا في الأمر الانتخابي أن يكون المخرج مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة 12 عضو التصويت 9 أعضاء بحيث أن تكون هناك أغلبية تدير الغرفة وأقلية يعني تأخذ الفرصة وخاصة إذا قلنا أصحاب الشركات أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا أن يكون نظام الانتخابي بإشراف كامل وتحت رقابة وزارة التجارة وخاصة في موضوع التسجيل وخاصة في موضوع الرقابة وعلى وزير التجارة يعني في السلطة في هذا القانون أن يستعين بمن يريد من داخلها التجارة أو خارجها لإدارة العملية الانتخابية بالكامل وسيكون هناك أيضا مرحلة انتقالية بعد قراءة هذا القانون لنشهد حقبة جديدة من هذه المؤسسة أمر آخر من القيود أن يكون يعني عضو غرفة التجارة هو فقط لدورتين يعني لتجديد الدماء في هذه المؤسسة منعا لتضارب مصالح منعا من التدخل في عمل الدولة ومنعا أيضا وحفظا لعمل تجاري في الكويت شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر